بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن بهذا الفيديو راح نحكي عن ميزة جديدة موجودة بموقعنا موقع Farmind.net هي ميزة Pharmacy Questions and Answers وتتفوتوا على الموقع اللي هو Farmind.net P-H-A-R-M-I-N-D.net هتشوفوا في عنا مجموعة من التبويبات أربع تبويبات مهمة About أحياها Farmind Farmind Network, Articles and Videos و Farmasy Questions and Answers طبعا لسه بما انه موقعنا عم نطوره كل فترة و فترة ففي عنا ميزات جديدة ان شاء الله وتفاعلية جدا هتكون موجودة و مدموجة بالموقع. حتى تاريخ هذا الفيديو ففي عنا الميزة الجديدة اللي هنحكي عنها اليوم اللي هي Farmasy Questions and Answers في عنا ميزة Farmind Network هي ميزة كتير مهمة وبتشبه الفيسبوك تماما لكن هي مخصصة للأسادلة والطلاب الصيدلة و مختصر الرعاية الصحية انه هن يتواصلوا مع بعضهم و يشاركوا خبراتهم سوا حتى في عنا هون سيستم للنقاط بحيث ببين معنى مين أكثر الأشخاص تفاعلا وبالتالي جميع الميزات المستقبلية هتكون للصيدلة و مختصر رعاية صحية الأكثر تفاعلا على البلاتفورمز تبعنا على المناصات المختلفة هنشوف كمان انه في عنا بوستات هون مبدأ عرضها مثل الفيسبوك نوتيفيكيشنس ميسيجس ميسيجس اذا في عنا كتير من الأشياء بس انت ما هتشوف الأشياء هاي حتى تعمل الريجيستريشن و يفضل انك تعمل الريجيستريشن بإيميل هو أكثر إيميل انت تستخدمه لحتى توصلك كل النيوتيفيكيشنس أو كل الإشعارات عليه بحيث انك تبقى متواصل معنا دائما و ضمن الجو التعليمي السيدلاني حتى هذا الإيميل انت تحتاجه هلأ بالميزة الجديدة اللي ضفناها على موقعنا لانه كل ميزة هيكون في إلها الريجيستريشن كل ميزة هيكون في إلها الريجيستريشن لانه ما في عنا شي كامل بالنهاية وكلما انت ركزت فقط على إيميل واحد انت تستخدمه هتوصلك آخر التفاعلات اللي عام تصير على هذا الإيميل فنحنا هنشوف هذا الشي بالفيديو وكيف هنعمل الريجيستريشن هاكي الحال أنا عملت الميزة الجديدة اللي هنحكي عنها اليوم هي مهمة فيما يتعلق بالأسئلة والإجابات السيدلانية حتى تكون مرتبة بمكان واحد وخارج الفيسبوك لانه مثلا نقول لك انت انضميت للجروب تبعنا من كم يوم بينما نحنا كنا نبلشين من سنة أو سنتين فكل شي اسئلة ممكن تكون ألف سؤال أو ألفين سؤال وإجاباتها راحت عليك لانه ما عندك القدر انك ترجع لها كل هاته فنحنا عملنا هذا السيستم سيستم الفارماسي لحتى ترتب هذه الأشياء هاي وحتى تكون ضمن هذا السيستم هنا في عندي شي اسمه articles and videos كمان هذا جدا مهم انك انت تتعرف عليه انه هتشوف هون كل شي فيديوز إذا كل شي فيديوز هتشوفه هون هاد أحد الانيميتد videos related to pharmacy practice وفي عندي هون فيديو عن أداة psychology التعليمية كنت تشارح عنها فيكن انتو كمان تشوفو بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أنا بهذا الفيديو هاشرح لكم عن أداة psychology وتعتبر هي learning management system واختصار ال LMS فيكن انتو تشوفو كمان حطيت الكتيب تبعي اللي أنا نشرته إذا هذا الكتيب فيه 32 صفحة فيه خلاصة تجربتي التعليمية وأفكار جدا مهمة ورائعة تعلمتها من خبراء و رواد أعمال أجانب استفدت جدا من الأفكار هاي هلأ في عندنا كمان الحلقة الأولى من برنامج فارمايند بود فيكن كمان تسمعوها من الموقع بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن نبدأ بالحلقة الأولى من فارمايند بود إذا البودكاست الأول من فارمايند طبعا تستخدموا أنتو اللابتوب باستخدام جميع الميزات واستخدام موقعنا والمنصات الثانية كمان في عندي مهارة التعلم السريع فيكن انتو تشوفو الفيديو في عندي مقالة حول فكرة موقع الأحياها فارمايند باللغة الإنجليزية لأنه كمان الموقع بيستهدف سيادلة أو مختصية رعاية صحية أجانب حتى بتكلموا باللغة الإنجليزية فنحن هلا حنبلش بتجربتنا هاي كسيادلة عرب كمتعلمين من مختلف الدول العربية وفي حال نجحت هاي الفكرة بشكل كبير فهذا الشي حيلفة تنظر كتير من السيادة للأجانب المستقبل حتى كمان هون اللمحة بس باللغة العربية وهون لمحة عن فكرة المبادرة أحياها إن الشتف طبعا إن شاء الله أنا حاول أستمر على هدفي بالمستقبل وأطور هالأفكار أكتر وأكتر هلا في شغلة كمان غير الارتكلز والفيديوز والاوديوز اللي موجود ضمن هذا التبويب هذا الفيديو اللي أنا هلا عم بعملوه حتلاقوه موجود ضمن هذا التبويب وبالنسبة لحتى الأشخاص اللي هنن بتشوفوهن أنهن أونلاين فبيطلع موجودين عنكم مثل الفيسبوك تقريباً طيب خلينا نحكيها لعن الميزة اللي أنا عامل الفيديو مشان اليوم إذن هالميزة هي جداً رائعة لأنه مثل ما أنا متنظمنا كل شيء أسئلة وإجابات ضمن بلاتفورم واحد أو سيستم واحد هتلاقوا وتدخلوا طبعاً ما رح تقدروا أنتم تشوفوا الأجابات والأسئلة حتى تتعملوا الريجستريشن الريجستريشن بيكون بوضع الإيميل نفسه اللي أنتو حطيتو بسيستم هداك اللي هو الفارم مين نتورك وهو أكتر إيميل تستخدموه وأكتر مرة ثانية وتعدي أكتر إيميل تستخدموه لحتي توصلكم دائماً الأشعارات لحتي تعرفوا شو آخر الأسئلة والأجوبة وتحطوا الباسورت تبعكم وهلأ حقلكم كيف الريجستريشن ووقت نضغط على الريجستريشن تحطوا الوزر نيم الوزر نيم ما تحطوا لي مثلاً لفلي كات وما بعرف شو هالأسماء هاي حطوا الاسم الكامل ما بحط اسم الكامل فلا أنا ولا حتى الادمين الثانيين هنقبلوا نحن بدنا بالنهاية أو حتى فنحن هون ما لنا عبارة عن الباسورت كمان ضروري والإيميل ضروري جداً مثل ما أن الإيميل أكتر شيء اللي بتستخدموه بتعملوا الريجستر وقت لا نقول أنكم عملتوا الريجستر بكم ترجعوا تفوتوا على السيستم لأنكم ما فيكم متل ما أن تشوفوا الأسئلة وإجاباتها إلا لحتى تفوتوا على السيستم نعمل لوق إن وبعدين ببين معكم الأسئلة أسلاً ما رأيكم بهذه المنصة التفاعلية أنا هذا السؤال كنت طرحه حوارجيكم كيف نحن فينا نعمل مثل هاي الأسئلة هتلاقوا في عنا مجموع من التبويبات فوق منها أسك أكوستشن طبعاً أسك أكوستشن هالخضرة هاي بتخليكم أنتو تكتبوا السؤال اللي بدكم إياه بتضغط على هذا المستطيل الكبير له واسمه أحياها فار مايند كوستشنز ان انسرز بترجعوا للهوم بيج هتشوفوا بالهوم بيج في عنا مستطيل السيرتش طبعاً هذا المستطيل بيفيدنا مهلأ بعد شي سنتين أو ثلاثة وخاصة وقت تصير في عنا أعداد كبيرة من التعليقات والإجابات والأسئلة فبنقدر نستفيد من السيرتش بس بما أنه سيستم جديد فلسه ما في عنا كتير من التفاعل عليه وحيصير إن شاء الله تفاعل غير شكل بالمستقبل هلاقي في عنا ملخصة إذا عدى أعداد الأسئلة مثلاً في عنا 3 questions, 4 answers, 3 comments, 3 users بالمستقبل سيكون مثلاً ألف سؤال أو ألف سؤال أو أكثر 10 ألف إجابة مثلاً 5 ألف comments 1000 users تمام؟ طيب هنشوف كمان categories هون categories هي تصنيفات له الأسئلة مثلاً هذا السؤال بنتمي للحالات المتعلقة بالحمل الأرضاء هذا السؤال بنتمي لحالات القلبية أو الهضمية هنشوف كمان تبويب اسمه الـ unanswered questions الـ unanswered questions هن هي الأسئلة اللي ما تم إجابة عليها كل شيء أسئلة اللي ما تم إجابة عليها هنشوفها هون هلاقي تبويب اسمه الهضم كل شيء أسئلة صار عليها تفاعل وإجابات عديدة أو comments كثيرة فهنلاقيها هون مرتبة من المرتبة الأولى ونحن نازلين هنشوف شو هي الأسئلة هاي اللي لفتت انتباهها كثير من السيادلة ومختصير رعاية صحية حتى يشاركوا فيها ويجابوا عليها هنلاقي كمان voting system أو نظام للتصويت بحيث انه أي سؤال انت بتحطه طبعا انت ما فيك تصوت عليه ولكن غيرك بقدروا يصوته عليه ونفس الشيء إذا حدا حد سؤال ما رح يقدر هو يصوت عليه بينما غيره سيصوت عليه فمثلا لنقول انه هذا السؤال انا حطيته فشوفوهن شو كاتبين لي لا يمكنك تصوت على سؤالك ما فيك تصوت على الأسئلة تبعك وهذا الشيء بيخلينا نكون واثقين أكتر انه هذا الموقع فيه كريديبوليتي أكتر انه فعلا انه هالأشخاص هذول عم يصوتوا على أسئلة مو هن اللي عم يصوتوا عليها وإنما شخص آخر فنحن فينا حتى وقت نسأل أي سؤال نعتمد على هالنتائج الموجودة مثلا نقول انه هل ترغب مثلا بعمل بريزنتيشن لموضوع معين ولا موضوع تاني فبنعمل مثل وفي عنا مثل سهمين واحد لأعلى وواحد للأسفل الأعلى انك انت اي بتدعم نعم الأسفل لا انه انت مثلا انت مو مع هذا الموضوع ما بتحبها تتعلم هذا الموضوع بدك موضوع تاني مثلا وفيك تعمل كومنس وهالقصص هاي هلا نحن بدنا نتعلم كيف نعمل أهم شيء وشو هي الأشياء اللي احنا لازم نعرفها فيما يتعلق بعمل السؤال لازم تنتبهوا علي شوي هنحكي عن نظام التاج والكاتيجوريز بعد شوي ونبدأ بمشاهدة هذا المستطيل اذا انتو شايفينه معي الأزرق اسمه ask a question اذا في عنا خيارين اما انك تسأل السؤال هون او تسأله من هون تنعطوا نفس الشيء فمسلا نقول مريض يعاني للبدانة ما هو انسب دواء لمساعدته في تخفيف وزنه مثلا خطر على بالك مثل هيك سؤال بعد ما تحط السؤال تكبس enter فمباشرة السؤال بينزل على system هون ضمن المستطيل الخاص طبعا يفضل يكون السؤال طوله مثلا مثل هيك او يعني ضمن هذا المستطيل يكون طول السؤال ما يكون كتير طويل اذا انت كان سؤالك فيه كتير من التفاصيل وحابب تستفسر وتستفسر وتسأل وما بعرف شو بيخطر بيبهالك من افكار فحطه هون حطه ضمن هذا المستطيل وطبعا انت اكيد عندك زوء بالكتابة وبالتنسيق فانت اما تحط التعليق اذا كان بالانجليزي بتعمل الكتابة من اليسار لليمين اذا عم تكتب العربي فبتعملها من اليمين اليسار بكل سهولة طبعا مثل كأنه ملف وردو عم تعدل عليه يعني حاول يكون حتى الموقع مرتب بطريقة مشاركتنا هلا بالكاتيجوري هادا نظام الكاتيجوريشن او التصنيف هاد هتلاقي فيه عندكم احيانا عشرين او ثلاثين او مية او كل ما خطر عبالنا نعمل تصنيف جديد بنحطه لحتى انتو ينسهل عليكم اول شي انكم تعملوا تبويب لها الاسئلة هاي فمسلا لو كان السؤال هو العلاقة بالحمل والارضاع فمنختار تبويب اسئلة الحمل والارضاع وانتختار اي تبويب هتشوف شغلة مهمة هون انه معلومة حول هذا التبويب انه سيتم مناقشة جميع الاسئلة المتعلقة قبل معالجات الدوائية في هالات الحمل والارضاع اوكي طيب شو التبويب اللي بعده انه اسئلة عامة غير مبوبة تم تخصيص هذا التبويب لفرز الاسئلة المطروحة لاحقا ان شاء الله فاذا امتجت تصنيفا لسؤالك فضعه ضمن هذا التبويب اوكي فانت حط سؤالك ضمن هذا التبويب اذا ما لقيت سؤالك الو تبويب مثل سؤالك انت الاطرحته مريض وعين للبداني فاذا احنا كنا حطين تبويب المستقبل اسمه الحمية والبداني والثويت الحمية والبداني والاصاص بتحط سؤالك ضمن هذا التبويب فهلا بما انه الموقع جديد وانا عم بعمل دوكمنتيشن لكل الشي خطوات انا عم نساويها بمشروعنا لحتى اي اشخاص جدد بالمستقبل يشوفوا هالفيديوز هي او يصنعوا الصوتيات او يقروا الكتيبات او المقالات ويبقوا على متابعة دائمة فانا دغري بعمل دوكمنتيشن حتى لو كان الموقع للسماله جاهز اذا الموقع سيبنى يوم بعد يوم والتفاعل سيكون عليه غير شكل ان شاء الله بعد ما انت تحط السؤال تبعك وتعمل التبويب فانت في عندك اسمه tag system فانت بتحط مثلا انه المريض نعم يعاني البداني فمسلا تحط هون فاصلة ليش فاصلة لان كمان بدك تعمل كيوورد تاني او tag تاني اللي هو انه مريض يعاني البداني اوكي ما هو انسب دول المساعدة في تخفيف وزنه مثلا فيك انت تحط مثلا اذا كان كنا كاتبين عن elderly اذا كان مسن مثلا مثلا نعم elderly تمام فكمان منحطه مثلا كنا عم نحكي على سؤال فيه hyper tension حط hyper tension يعني كان كون انتو عم تعملوا توسيم كتير سهل بعد ما تعملوا هالشي هاد اللي هو كل كلمة براها فاصلة بتكبسوا enter فوقت تكبسوا enter بطلع لكم الكلمات اللي انتو كتبتوها بشكل منفصل هيك بشكل blocks block 2 3 4 بعدين في عنكن هون خيار انه email me تأكدوا انه موجود اشارة الصح على email me خاصا ان انتو هون حاطين اكتر email تستخدموا مثلا هلا هاد انا اكتر email بستخدموا فحاطوا ليش لحتى توصلني كل شي اشعارات خاصة بهذا السؤال فمثلا انتو اتطرح سؤال هتوصلك كل شي تعليقات كل شي answers على هذا السؤال بشكل email على emailك فبتعرف انه والله فيه اشخاص عم يتفاعلوا على سؤالك وما عم يتفاعلوا بعدين تضغط على الزر الاخضر اللي هو ask the questions ومنكون خلصنا من هذا الشيء طبعا بتلاقي السؤال طبعك موجود هون مثلا نقول هذا هو سؤالك هتلاقي حنفوت مثلا نحنا هنلاقي سؤالك فاذا احنا عارفانين الجواب فمنعمل answer لو ما انا عارفانين او ما انا متأكدين كهانا بنعمل answer بس منحاول قدر الامكان نعتمد على المعلومة المدعومة بدليل علمي اذا ما اي معلومة نكتبها كمان اذا انت لقيت معلومة غلط فتعمل comment انه انه المعلومة سوري مثلا اجابتك صحيحة حلو طيب او مثلا تقوله لا اجابتك غلط مثلا وانه انه هذا جوب فيه على بحث مثلا او مجموعة من الابحاث تدعم هالاجابة هاي كمان هنشوف شغلة كتير مهمة هذا الرمز اللي هو رمز مثل السلسلة يعني وتنضغط عليه فنحن هون بنعمل سؤال على ال answers اللي تم طرحها فمسلا انت حابب تبني سؤال على اجابة نبني سؤال على اجابة فهذا السؤال حينزل بال System فحنلاقي مثل هون مثلا هذا السؤال اللي هو ولكن ماذا بخصوص ان له بعض الاسار جانب شو هذا اللي ماذا بخصوص ماذا بخصوص ان له بعض الاسار هذا السؤال يعني تقول لحالك فانت تشوف انت لك اسئلة يعني ما لا ما لا زابطة فهي مو انها ما لا زابطة لا ولا وانما هذا السؤال هو تابع لانسر موجودة على السؤال تاني حتى تدخل عليه هون حتشوف هذا الشي هذا الشي يسموه related question related question هذا بيكون تابع لشو لانسر على question تاني يعني هذا هو ال question الاولاني وهذا ال question هو تابع ل احد الاجابات على هذا السؤال اوكي انت شوي بطيء عكل حال وقت نفت على هذا السؤال كمان هنشوف انهو تابع لاهدا السؤال حيبيم معنا بسهولة طيب ال categories مثل ما قلنا يبدو انه في بطغ شوي بالانترنت عكل حال ال categories هو في تصنيف ال الاسئلة بشكل مرتب مثل أسئلة الحالات القلبية، أسئلة الحالات الهضمية، أسئلة الأمراض النفسية إذن كل شيء معالجات بالأمراض النفسية نحن ما هم معا ندرسها من جهة نظر التشخيص والأعراض والأساس لا نحن فقط عم نطرح أسئلة سيدلانية متعلقة بالحالات هي أسئلة علاجية ودوائية ستشوف كل شيء يوزرز موجودين و ستقدر تبعت لهم ميسجز، برايفيت ميسجز كمان حتشوف فات على الكاتيجوريز، خلينا نرجع على الـ على التاجز، كمان هنا التاجز، فيك تشوف كل شيء التاجز موجودة بالموقع و تشوفه هنا مصد بابيلار تاجز خلينا نرجع للسؤال وتنضغط عليه، فهنشوف أن هذا السؤال هو related question هو related question لكم، و شايفين related to an answer يعني هذا الشيء يخليك تعرف أن هذا السؤال هو related to an answer الانسر على سؤال، ما هو اسمه، ما هو الدواء الأنسب، لكذا كذا كذا وتضغط عليه حتشوف أنه مثلا زميلنا صالح حاطط تعليق هو مثيل دوبا أو الإجابة هي مثيل دوبا فبعدين راح تطرح سؤال، بس كيف تطرحوا هذا السؤال على هذه الإجابة؟ كبس على هذا الرمز، طيب هلأ، في عنا voting system وفي عنا point system إذن بحسب تفاعلك، بحسب comments، بحسب answers، بحسب كمان تصويتك، لأن التصويت حتى عليه نقاط كل ما إذن كنت متفاعل أكتر سيكون عندك نقاط أكتر، ستسفيد هذه النقاط مستقبلا بأي ميزات سيتم الإعلان عنها، لأنها ستكون مرتبطة بعدد معين من النقاط مثلاً هاي الحضور هاي الحضور هاي الحضور أو متابعة هالفيديوز أو الصوتيات، الألعاب السيدلانية، أو طعام التفاعلية الثانية، فمسلاً لازم يكون عندك خمسين نقطة لهذا الفيديو هذا، أو تسفيد هذه لازم يكون عندك خمسة وعشرين نقطة لهالمادة الصوتيه هي، أو لهالكتيب هذا، أو لهالمقالة هي مثلاً حنكون في عنا حتى ممكن يكون ألعاب تفاعلية سيدلاني فلازم يكون عندك 100 نقطة مثلاً تمام؟ فكلما أنت كنت متفاعل أكتر فهالنقاطها ستفيدك أكتر يعني مخسرة أبداً أنك أنت تكون متفاعل معنا حتى أنت عم تتعلم وعم تطور حالك معنا بالنسبة للفيسبوك أنت عم تتفاعل وعم تحط كومنس وكل شيء ولكن بوجودك ضمن هذا السيستم فأنت عم تضمن للمستقبل كثير من الميزات التعليمية الرائعة حتى أنا محاول يعني أني طور الموقع أكتر وأكتر وضيف مجموعة من الميزات الثانية ولكن هذا الشيء غير سهل تكنولوجيا جداً صعبة وليست سهلة وبتحتاج لمهارات عالية جداً بالنهاية أنا فارماسيست يعني فأني أنا قاطع شوط كتير كبير فيها حتى قدر توصل لها المستوهات على كل حال نحنا حكينا عن هم الأشياء حكينا عن الريجستريشن حكينا عن كمان هلأهم فيه شغلة مهمة أنه تتعدل بعض البيانات تبعك الإيميل تبعك، هو الأفضل تضلك على الإيميل نفسه اللي أنت مستخدمه حتى بالفارماين نتورك الموجود هون اللي حكينا عنه هذا هو، تمام، يكون أكتر إيميل أنت عم تستخدمه أبيبين معي الـ score تبعك، أبيبين معي الـ questions تبعك، الـ answers، عدد الـ answers، عدد الـ comments وأنا فيني أعمل لك بونس كمان، بونس للنقاط وأتشوفك متفاعل يمكنك تعمل الـ wall لأشياء، مثلا أنا هنا عندي مبدأ أدوم هو شي مهم جدا بحياتي، أحب العمال إلى الله أدوم هو إنقل، فأنا أضعه كـ wall post يمكنك تعمل كمان شيء اسمه private messaging أو تبعث الرسالة لشخص وتتواصل معه على النصة هاي، إذا كنت تستفسر منه أنه ليش حط هالجواب هاد، بس ما لك حابب مثلا أنه حدا تاني يعني مثلا يشوف سؤالك هذا ففيك تبعث له private message، مثل فيسبوك يعني، طبعا بتشوف أنت الـ users من هون، وبتبعث لهم المسيجات، وبتشوف كيف أنت فيك تتواصل معهن فبدك تستكشف، لازم تستكشف هالمنصة هاي كتير سهلة، مالا صعبة، بس بده شوية وقت كمان شوفي عنا أشياء تانية لازم إلكونيها، النقاط حكينا عنها، التعديل الـ profile تبعك، كيف تسأل سؤال، الـ categories الـ tagging system، الـ unanswered questions، الـ hot questions with answers إذا هاي أهم الأشياء اللي بدياكم تعرفوها، ما ننسى أبدا نسجل بالـ email اللي دائما نحن نستخدمه ليش بعيدة للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لأنه مشان توصلكم كل شيء الـ notifications عليه، مشان تعرفوا شو هي آخر الإجابات، شو هي آخر التعليقات، اوكي، إذا كيف نحن نفوت على كل هالميزات هاي، منبلج دوما من أحيائها فارمين، موقع أحيائها فارمين هو فارمين.net، طبعا، ما ننسى www.farmine.net، وفيكن تفوتوا وتشوف الفيديو، طبعا هاد الفيديو هيكون موجود ضمن الفيديو، فيكن تفوتوا على الـ network من هون، وحتى تلاقوا بالمستقبل مجموعة من التصنيفات يمكن هون، 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 مجموعة كبيرة من التصنيفات، أو هتلاقيها هون، حيتم تطوير الموقع، كل التصنيف من هالتصنيفات هاي هياخدكم لميزة جديدة أو platform تاني، فإذا نطلب منكم بالـ platform الجديد تعمل الـ registration، فما تقولوا ما لينا لا، بس هيك يعني العالم يعني بصراحة كل يوم عم بيطلع شغلات جديدة، كل يوم عم بصير فيه ميزات أحلى من التانية، فهذا لصالحكم لكم، هتقدروا تتابعوا كل شيء التفاعلات بهالميزات الجديدة، شكرا لكم بشاهدة، وأنا سنراكم برداداً.